حل مشكلة الإشعارات على تطبيقك الخاص أنستغرام اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل ثم نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق أنستغرام في هذه النافذة الخاصة ثم نقوم بالضغط على الأنستغرام ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل للأسفل نضغط على مكان التخزين نضغط على مسعى البيانات ثم نضغط على مسعى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي تقوم بتحديث التطبيق وحل المشكلة على تطبيقك الخاص أستغرام وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزل لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر